بتطور قضائي أوروبي نوعي ربح حاكم مصرف لبنان السابق رياد سليمي الدعوة التي كانت تقدم بها أمام القضاء الألماني ضد المدعية العامة في ميونخ على خلفية إصدارها مذكرة توقيف بحقه وتعميمها على الأنتربول وبتاريخ عشر حزيران 2024 أصدرت الغرفة السابعة في المحكمة الإقليمية في ميونخ قرارها في دعوة التي أقامها سليمي ضد مذكرة توقيفه الصادرة في ألمانيا بتاريخ 15 أيار 2023 فألغت مذكرة التوقيف وحملت تكاليف القضية المرفوعة لخزينة ولاية ميونخ وسيراسل القضاء الألماني الأنتربول الدولي لإلغاء تعميم مذكرة التوقيف الذي كان قد أعلن عنه قبل سنة وتؤكد مصادر قانونية أن القرار الصادر يشكل انتصارا قضائيا أوروبيا لسليمي من جهة لكن الأهم أن هذا القرار سيؤدي إلى إعادة النظر بعدد كبير من الإجراءة القضائية في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا ولكسانبور حيث تمت مخالفة القوانين والأصول في ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق ففي فرنسا على سبيل المثال ورغم إصدار مذكرة التوقيف سابقا بحق سليمي إلا أنه لم يتم الإدعاء عليه حتى اليوم ما يشكل أيضا مخالفة كبرى ترجمة نانسي قنقر